تقام مساء اليوم السلساء عدة مباريات قوية في فترة التوقف الدولي سواء في تصفيات كأس العالم 2022 أو في دور الأمم الأوروبية حيث يلتقي منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الأسيوي الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022 علما بأن الفائس في تلك المباراة سيواجه بيرو في الملحق المؤهل للمنديان وفي دور الأمم الأوروبية يلتقي منتخب ألمانيا مع أنجلترا وإيطاليا مع المجر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول وسوف نقدم لكم جهد والمباراة اليوم السلساء بالمواعيد والقنوات النقلة بس يريد يا شباب بقى تدعمونا بلايك للفيديو وما تبخلوش علينا باللايك مش هتدفعوا فيه فلوس واللايك كل اللي عليكم هتنزالوا تحت الفيديو وتضغطوا على علامة اللايك اللي هتظهر قدامكم دلاتي وتشتركوا بالقنوات فعالوا الجرس على وضع الكل عشان يجيلكم مننا كل أخبار ومواعيد المباريات والقنوات النقلة لها بإذن الله ففي تصيات بقى آسيا المؤهلة لكأس العالم 2023 في تمام الساعة السامينة مساء بتوقيته القاهرة هتلتقل إمارات أستراليا على ملعب استاد أحمد بن علي المنديالي وتنقل المباراة على قناة بينس بورتس AFC HD والقناة يا جماعة يمكن استقبالها على الأمر الصناعي النيلسات وذلك بيدخال التراضد 12245 على جهاز الاستقبال الخاص بيك وإدخال الاستكتاب رأسيا ومعدل الترميز 27500 أما في دور الأمم الأوروبية سوف تلتقي ألمانيا وإنجلترا في تمام الساعة السامينة 45 دقيقة مساء بتوقيته القاهرة على قناة سبورت تي في واحد البرتغالية والقناة موجودة على القمر حزب ساد في الموقع المداري 30 درجة غاربا وترددها 1227 أفكي وترميزها 27500 وتلتقي إيطاليا والمجر في تمام الساعة السامينة 45 دقيقة مساء بتوقيته القاهرة على قناة بولوسات سبورت إكسترا البولندية والقناة موجودة على القمر الأوروبي هويت بردة وترددها 1265 عمودي وترميزها 27500 بكده يا شباب بنبقى وصلنا لنهاية الفيديو ياريت لو أعجبكم تدعمونا بلايك وشير وشيروا الفيديو يا جماعة مش تخصروا حاجة ودعمونا باللايك عشان تقدروا المجود اللي احنا عملناه وخالص تمناتنا لكم بمشاهدة ممتعة وإلى أن نركوكم في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته